أسعد الله مسائل أهلا وسلام الله يسلمك شكرا بعد هذا الألق والجمال موجود على شذا السلم لا أكبرنا بس الحمد لله ينكب الحلوى الحمد لله الله يسلمك شذا اليوم هذا المهرجان ماذا يعني للفنان العراقي أنا وجهة نظري أنه الآن بغداد كل ما يقام فيها هو مهم وأنا من أقول بغداد أقول العراق ككل أكثر لأنه بغداد يعني تعني لا تعني هي كل العراق قبلها قبل أيام ودعنا مهرجان بغداد مهرجان العربي في بغداد المسرح وكان خطوة رائعة جدا الآن مهرجان بغداد السينمائي هذه الخطوة التي كان يحتاجها الكثير من الفنانين السينمائيين العراقيين خصوصا نقول سنوات العجاة في السنوات التهميش بالذات للفن السينمائي لأنه السينما العراقي خطوة خطوات رائعة في سنوات معينة وفيما بعد توقفت ومكان إلها أي اهتمام ومكان إلها أي دور حتى سوى بعض التجارب البسيطة حقيقة من الشباب والشباب كانوا رائعين جدا في أن يعني أرادوا أن يقدمون شيء للفن السينمائي لكنهم محتاجوا إلى فرصة هذا المهرجان هو هذه الفرصة أعطاهم الفرصة لأن يعمل ستشدعوا السؤال الأهم أنه هل هذه أيام من الأضواء وتنتهي أم هي ثورة جديدة من الإنجازات السينمائية؟ أنا أتمنى يعني أنا مثلك أتمنى أنا أتمنى أيضا أنه مو فقط بعد ما تخبل أضواء ينتهي كل شيء وإنما وأنا أيضا يعني اقترحت على القائمين على هذا الموضوع أنه بعد المهرجان الأفلام التي تحظى بإعجاب الناس وبالذات الأفلام العراقية يصير لها قاعة خاصة للعرض تعرض ما بعد المهرجان حتى المشاهد العراقي يشاهد هداي الأفلام ويستعيد ثقته بالفيلم العراقي زين شفتي نص جميل من النصوص إن شاء الله القادمة اللي ينقول إن شاء الله ثورة سينما؟ أكيد أنا عندي هسر ها عندي هسر عندي بس بعد بس هو فيلم عراقي ما تاير النور؟ يعني بعد بعد شهر القادم أبدي أصور بس هو فيلم عراقي عربي عالمي مشترك حلو إن شاء الله عن موضوع عراقي بحث لإمرأة عراقية يعني يكون بمزيج من الفنانين العرب والأجانب الأجانب أيضا والفنانين العرب كم عراقي معاك؟ والله أتوقع يمكن إحنا اثنين أو ثلاثة ما بس هو المخرج عراقي والكادر لكن هو رح يتم تصويره وأيضا هناك فيه ممثلين أجانب وممثلين عرب معانا خليتني أحتيوا يا هواي عن هذا الموضوع ونحن نريد نحلق بس يعني هذا الميكس حلو ما شاء الله إن شاء الله لنشوف أنه معناها وعمل متعوب علينا أكيد أنا أتمنى والله أتمنى أنه مثل هكذا فرص تزداد سينمائية يكون هناك تعاون مشترك بس يعني أحد الفنانات المهمات الأرقام كانت في ذاك الزمان أتحدثت قبل قليل مع أحدهن قالت حق صالي أربع سنوات من مشتغل عمل هاي مشكلة عمل تلفزيون عمل سينمائي ها ها عمل سينمائي ماكو هي أفلام سينمائية قليلة ديعملون الشباب وأكثر الناس اللي ديعملون من الشباب هم خارج العراق بصراحة أكو بعض الشخصيات عراقية ساهمت في الأداء في التمثيل أكو يعني لكن هي الأعمال قليلة يعني المخرج إذا يريد يشتغل بالسينما أنا أعتبر إجازف لأن بعض شبابنا إذا يريد يشتغل فيلم تصيب الكثير من التعقيدات وكثير من المشاكل حتى يطلع لعمل سينمائي خلينا نفسح المجال خلينا ندعم السينما خلينا ننطيها هاي الفسحة الرائعة الجميلة مثل ما دا ننطيها للمسرح بذات لأن احنا المسرح وكو هناك فسحة حتى نستطيع أن يأخذون فرصتهم ودورهم في هذا المشاكل نورت فينا ونورت برنامج مع الناس شكرا جزيلا وحنا يمكن يمكن أن نتوقفع أنه سيف وعلي اسماعيل اي بهذا اللوك الدني اكيد تحياتي اكيد تحياتي شكرا 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 شكرا